نبدأ بالتأكيد نبدأ بالتأكيد نعم الـ Solid Start هي منصف 5π7 فخلص يعني انت بدك تطلع ثري آنجلز شوف يعني هاي التان يعني خلاص مش سي مثلا السين والكوسان. هاي بتجمع لها بس 180 وبتطرع منها 180 يعني يعني بها باختصار شديد. يعني اذا انت بدك تطلع ثري مور آنجلز اجمع لها باي. وخلاص. ليش؟ لانه خلينا نشوف كيف تطلع مع الدسموس. هاي الانجل هاي مينس 5.5.5.7. دي بطلع 1.254. اوكي. يعني وين الانجل الثانية؟ تجمع لها 180 خلاص هيا كنصلت. او تطرع لها 180 هيا كنصلت. او تجمع لها كمان مرة 180 او تجمع لها كمان مرة 180 فخلاص. فما بدها حل كثير وما بدها تعقيد كثير. فهاي عندك هون مينس 5.5.7. اجمع لها 180 هاي. بس. يعني الطلاب بسألوني بقولك بس نجمع لها π. طبعا بس نجمع لها او او اضطرع منها باي. ما في مشكلة. اللي هي نفسها 7.5.7 فشو بتطلع؟ هي سابني الانوميناتر. صار لعدك 2.5.7. معقول هاي الانجل دقيقة. 2.5.7. معقول هاي الانجل. 2.5.7 طبعا معقول. هايو. اكلون عليك لك. 2.5.7. اجمع لها كمان.5. يعني 7.7. سيكون 9Pi over 7 جمع لها كمان Pi 7 over 7 سيكون 16Pi over 7 عن ثم اطرح منها 7 سيكون minus 12 اطرح منها minus 19 فبتطلع infinite values of angles بس مجرد تجمع Pi وتطرح منها Pi you're done بس فانت بهاي الكيس بقول لك خليني رجعه للquestion بقول لك 5 and 30 with angles اجمع Pi و اطرح Pi بس جمع لها كمان Pi بصير 9Pi و اجمع لها كمان Pi بتصير 16Pi over 7 او اطرح منها and so on هيك البس التاني التاني ما بتتعقيد من سين وكوسين التاني بس تجمع لها Pi او اطرح منها Pi احفظ نعم نعم؟ بس في نعم 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر